السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر أو تتخيلوا حضراتكم أن الولايات المتحدة الأمريكية وقياداتها وقيادات الاتحاد الأوروبي بيفهموا في السياسة دول مجموعة من الأغبياء والحمقة في إدارة الأزمات اللي بتمر بيها الدول بتاعتهم فشلوا في أنهم يديروا أزمة روسيا وأوكرانيا فشلوا أنهم يديروا الأزمة بشكل صحيح المفترض جدلا أن أمريكا والقيادات بتاعتها تمتلك مرونة القيادات السابقة يعني القيادات الحالية للولايات المتحدة الأمريكية أغبى من أنهم يديروا الأزمات الكبرى ثم في ذات الوقت نهاية الولايات المتحدة الأمريكية على إيد الصين وروسيا في حالة ما إذا ما أضروش الأزمات خلال المرحلة القليلة القادمة بكياسة وبزكاة تحذيرات تم إطلاقها خلال الساعات القليلة الماضية من واحد من أخطر القيادات الأمريكية على المستوى الدولي واللأدار الولايات المتحدة الأمريكية وملفتها الخارجية في سنوات سابقة هنريك سينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق التصريح منه بيوزن عقلية كل قيادات الولايات المتحدة الأمريكية طوال الفترة الماضية بلا استثناء التصريح منه بيساوي ملايين التصريحات اللي ممكن يطلقها كل قيادات أوروبا بلا استثناء الراجل ده قال الكلام المزجور سابقا يعني الكلام اللي احنا قلناه في مقدمة الحلقة ده مش بتاعنا ده بتاع هنريك سينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق الراجل ده بمجرد ما بيتلفز بلفز واحد أو بمصطلح واحد أو بكلمة واحدة كل وسائل الإعلام الدولية بتتلقفها نمرى ديرا عد والغريبة يا أخي سبحان الله مراكز صناعة القرار الأمريكية ما بتتعزش والأغرب من كل ذلك إن قيادات الاتحاد الأوروبي أيضا ما بتتوقفش عند التصريحات ضيئة لأن هم أغبى من أن يستوعبوا خطورة ما أعلنوا هنريك سينجر التصريحات فعلا تستحق وقفة وما قاله هنريك سينجر بيكشف السطار عن حقيقة طريقة إدارة أزمة روسيا وأوكرانيا وإزاي إن قيادات أوروبا ورطت نفسيها في هذه الأزمة لأنهم أغبية تخيلوا الراجل قال الكلام ده بالحرف الواحد تعالوا حضراتكم شوفوا لقطات سريعة من التصريحات بتاعته اللي كان لازم نتوقف عندها مسؤول أمريكي سابق يحذر بايدن من مواجهات لا تنتهي مع الصين كيسينجر يدعو لاعتماد مرونة نيكسون لنزع فتيل أزمات الصين وروسيا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يرى إن المفاوضات الروسية الأوكرانية تقترب يعني رغم أنفكم المفاوضات تقترب كيسينجر يحذر بايدن من مواجهات بلا نهاية مع الصين يعني عمجوا بايدن احترم نفسك لأن أيامك أسود من أرن الخروب والأيام اللي جاية إذا ما كنتش تحترم نفسك فيها وتدير بزكاء أنت وقيادات أمريكا فأنت هتخوض مواجهات كارثية قد تؤدي لنهاية الولايات المتحدة الأمريكية كيسينجر هذا السعلب الداهية الذي ضمر قيادات عربية ونزع السقة من بينها مظبوط ولذلك فعلا تصريحاته تستحق هذه الوقفة شوفوا حضرتكم هنري كيسينجر في تصريحاته في مقابلة مع وكالة ودققوا النظر في التصريحات دي لأن نفس تصريحات كيسينجر احنا قلناها وعلى نفس شكلتها مع بداية تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا وارجعوا حضرتكم للحلقات بتاعتنا بهذا الخصوص الوضع العالمي الحالي ده اللي بيقوله هنري كيسينجر الوضع العالمي الحالي بيتطلب نوع من المرونة للمساعدة في نزع فتيل النزاعات ما بين أمريكا والصين وبين أمريكا وروسيا مطلوب مرونة انت رحين فين طريقة الإدارة بتاعتكم غبية يعني الجمود اللي انتو بتعالجوا بيه أزمة روسيا وأوكرانيا هيؤدي بيكم لكارسة الكوارث مطلوب نوع من المرونة لا ينبغي أن تصبح الصين قوة مهيمنة عالمية يا جماعة انتو رحين فين انتو بتتخنقوا مع الصين وبتتخنقوا مع روسيا فتحتوا الملفات السودة ضد الصين فتحتوا ملفات كوريا الشمالية ولذلك احنا كنا بنستغرب فعلا لو تذكروا حضراتكم ان جو بايدن كان راح عقد لقاءات ومباحثات مع مجموعة كواد اللي هي اليابان استراليا الهند الولايات المتحدة الامريكية كوريا الجنوبية بيعقد اللقاءات بتاعتهم في توكيو وبيعقد لقاءات أخرى أيضا في كوريا الجنوبية رايح يدايق كوريا الشمالية ورايح يستفز دولة الصين ويقول لك تايوان احنا هندعمها فتح الملفات بطريقة لفتة للنظر لدرجة ان احنا استغربنا جدا يا عم الحاج انت بتعمل ايه تلعيل الصغية العارف كويس جدا ان اللي انت بتعمله ده نوع من الغباء فعلا نوع من الغباء انت رايح تفتح بوابات جهنم ضد قوة كبرى زي الصين وروسيا وكوريا الشمالية ده التلاتة دولي اساسا بالتنسيق مع بعضيهم من الممكن ينسفوا امريكا وينسفوا للتحاد الاوروبي واحنا كمان في النص يعني واحنا كمان كده طبت ميزان لان احنا في كل الاحوال ضيعين ضيعين فانت رايح تستفزي من ساعدتك تخيلوا حضراتكم جو بايدن صرح النهاردة وقال انا هلتقي وهعقد مباحثات مع شين جين بينج اللي هو الرئيس الصيني عشان نحسم حاجات كتيرة جدا طب ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده هو ده اللي قاله هندريك سينجر انتوا بتعمله ايه يخرب بيوتكم مطلوب شوية مرونة كان نائص الراجل يلطم بحجارة ويقول يخرب بيتكم هتضيعوا نفسيكم اكتر منتم بدأتوا تضيعوا هندريك سينجر بيقول لا ينبغي ان تصبح الصين قوة مهيمينة عالمية يعني يا جماعة بسرعة الحقوا علجوا الازمة بشكل لان الصين كلما انتم بتعالجوا الازمة بحدة بتصبح اقوى بالتنسيق مع روسيا وروسيا كذلك وبالتالي ديروا الازمة بزكاء لان كنت هتدخلوا في مواجهة مع الصين المواجهة دي هتخلص عليكم ثم بيقول علجوا بايدن ان يحذر من السماح للسياسات المحلية بالتدخل في الملف الصيني يعني كالنائس كسينجر يقول الناس اللي بتدير او اللي بتدير المؤسسات الداخلية الامريكية بتحاول تضغط على القرار الامريكي الخارجي طبعا الجماعة بتوع اعضاء الكونجرس اللي هم اغبى من ان يستوعبوا المواقمات والازمات الدولية دي واللي بيحصل فيها فهو قال مش مفترض جدلا اساسا ان القرارات الداخلية تأثر على قرارات وتحركات امريكا الخارجية لان العالم الموجودين جوه اغبى من انه هم يستوعبوا التغيرات العالمية انتو تكلموا في ايه ثم ايه مهم منع الهيمنة الصينية وده لا يمكن تحقيقه من خلال المواجهات لان المواجهات بتاعت سيادتك مع الصين هتدخل في مواجهات لا تنتهي انت اللي هتخسر فيها ده الصين فقط ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان دولة روسيا تسيب الصين لوحديها انا عاوز اقول لحضراتكم ان فعلا الخطر الحقيقي هو الصين لسبب بسيط للغاية ان غالبية دول العالم بتتاجر مع الصين ودولة الصين اصبحت متغلغلة جوه دول العالم الى درجة النهية بدأت تدين غالبية دول العالم النتيجة الصين حطت رجل على رجل وبدأت تسيطر على صناعة القرار العالمي بما فيه الامريكي تخيلوا حضراتكم لان امريكا بتستورد من الصين بتريليونات الدولارات فانت دلوقتي ساعتك اساسا هتعاقب الصين ده انت وقتك سود هنريكي سينجر بقول اوعى اوعى تدخل اساسا في مواجهة مع دولة الصين طبعا كان قبل كده هنريكي سينجر ايضا اطلق تصريحات ممثلة لهذه التصريحات وكنا بثينا بخصوصها حلقة سابقة قال ان العلاقات العدائية ما بين الولايات المتحدة الامريكية وما بين الصين ستؤدي لكرسة هتقع فوق دماغ الولايات المتحدة الامريكية وفوق دماغ العالم كله وهتعمل حرب عالمية وبالتالي الراغل كان ناقص يقول افهمه يا غاب انت وهو افهم شفت حضراتكم الفيلم بتاع يوم حلو ويوم مر بتاع فتر حمامة ومحمد مونير وانوشكة لما البت قالت لما متها يوم انا عاوز اتجوز قالت لها حبيبتي ان شاء الله بس ربنا يسهل والوطع المد كده يتزبط بحيث اجيبلك المطبخ اللي تستحقي قالت لها ما ينفعش نأجل يوم انا عاوز اتجوز يوم قالت لها طب يا حبيبتي طب يعني بس شوية كده مثلا يعني سنة قالت لها عاوز اتجوز يوم او اقول لك اكتر من كده قالت لها فهمت خلاص اكتمي ده انتو بقيته اخر بجاحة فدلوقتي هنري كيسينجر بيصرخ نفس الصرخة بتاعت البنت بنت فاتن حمامة ياما اقول لك اكتر من كده ياما يا غبية يا غبي انت وهو اتعلم يا غبي انت وهو دخولك في مواجهة مع الصين ومع روسيا هيخسرك كتير يا غبي انت وهو افهم الراجل ده ايضا قال بالحرف الواحد ان قادة اوروبا ما عندهمش الاحساس بالاتجاه والمهمة كما كان الحال مع رؤساء الدول السابقين العالم ديت مش قادرة تدير العالم ديت مش عارفة توجهات الخريطة العالمية العالم ديت اساسا فشلت في ان هي تدير ازمة روسيا واوكرانيا وبالتالي حدث ما حدث في ازمة روسيا واوكرانيا لانك انسهل جدا انك انت تحقق انتصارات لكن سبحان الله غباءهم في ذات الوقت زكاء ظابط المخابرات الروسي فلاتمير بوتين ثم طبعا قال ان المحدثات ما بين روسيا واوكرانيا في كل الاحوال هتيجي هيعودوا مع بعض والازمة هتتحل رغم ان في اوكرانيا ورغم ان في اوروبا ورغم ان في امريكا هيعودوا مع بعض لان من صالح حتى اوروبا ودول الناتو لازم يكون في مفاوضات ثم هاجم بريطانيا هاجمها بشكل شرس للغاية وقال ان خروجها من اوروبا اساسا مخطط لتدمير اوروبا وقال ان شارلي ديجول اللي هو الرئيس الفرنسي قال ان بريطانيا العظمى لن تكون ابدا عضوا مخلصا في المجتمع الاوروبي وثبت صحة نظرته فكرنا حضرتكم الزيارة بتاعت بوريس جينسون رئيس وزراء بريطانيا لما راح اوكرانيا في السر وفجأة الناس اكتشفوا ان هو راح اوكرانيا وجه من غير ما حد يحس واخد مؤتمر صحفي وقال احنا ايامنا سودة ولابد من تحقيق الانتصار على روسيا لان القادم اسوأ دخل اوكرانيا شاف الوضع على الطبيعة اكتشف ان ما يطرحه الاعلام الاوروبي والدولي حاجة وما يحدث على ارض الواقع شيء اخر وهو ده اللي اكده هنريك سينجر وقال خلي بالكم دخلكم في مواجهات مع التنين الصيني والدب الروسي هم مش هيخساره انتوا اللي هتخساره طبعا دق اجراس الخطر وطبعا عشان هم اغبى من ان يستوعبوا مثل هذه التحذيرات لم يتوقفوا عندها بينما نحن توقفنا عندها اراكم على الخير موسيقى 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 موسيقى